قبل بقى اخر حاجة قبل ما نروح للزمالك لفت نظرك اي حد في المحلة؟ يعني اي لعيب لفت نظرك النهاردة؟ مفيش اه مفيش حد عمل اي حاجة خالص يعني لان هم مظلومين بطريقة اللعب حتى الامكانيات الفردية بتبقى واحد على تلاتة واحد على اربعة فاكيد مش هيظهروا بالشكل الكويس طول الماتش مضغوطين طول الماتش مش مضغوطين اه اه ما عندهمش فرص للنجاح حتى الفرص اللي جات كنت المفروضة لعب زون اه نص ملعب اجمع فرقتي اسيب الاهلي ينقلم لان الاهلي كده كده بيطلعب بشكل كويس من تحت فانا العشرين تلاتين متر دولة اسيبهم له خالص هو يوصلني وانا هي عدد هيبقى اكتر فبالتالي هيتبقى ليه الافضلية انا نقطع الكورة زي مبارة المغرب واسبانيا كده اسبانيا احرف وا 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 و كده انما الكورة ربطيب لي بالشجاعة الكورة بتغلب الشجاعة يعني انا انا كان مدارب مثلا كنت في بعض المبارات كان بيبقى ليه هجمة كنت بقول للعيبة بتاعتي ارجع وقف في مكانك شكلا انت تعبان هو تعبان مش قادر يتحرك بس يرجع يقف يعمل شكل بس الشكل نفسه العدد في النواحي الدفاعية يخلي اللعيب التاني يتقنى في حتة الباص في الكلام ده كله فده المفروض كان المدارب عمله يعني حتى ده انت الاهل المفروض الشرط الاولاني ستة سبعة مفروض يعني كمية الفرص اللي جت يستاهل فاصيليوت زيادة اللي زودها في عقده لا ما عرفش يعني انا مش مش شايف ان هو يعني حتى مدارب مقراش بتقال المصري عايزه وتقال سيراميكا تتقال ان جاله عروض كتير بس شابانا في حاجة بس عايزه لنا ان فيه بالضبط كده يعني فيه فيه مدربين وصلوا مراحل غير عادية انما لما تيجي تعمل له انتاجية ليه فاشل زي مين مش مهم بالاسماء عشان ما حادش يزعل مين حيزعل يعني مدربين عشان الناس اللي بلوقتي بتسمع منك رأي تاخد انطباب الاسم يعني مدرب مثلا مدرب مدرب اتشال 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 حوالي 11 مرة يعني مش من 11 نادي مين فيه اسماء يعني نفترض يعني مدرب مش من 11 نادي واندية كبيرة جدا هل العف الاندية ولا العف فيه هو ايوما هقوللي مين ما انا معرفش عشان اقوله اقيم ما انا معرفش يعني فينا اعرف احداثي فينا اعرف مواقف ما اعرفش انا مسلا زي مين دا ما اعترام يعني ما اعترامي مسلا لمجموعة المدربين اخص بالذكر زميلي اهاب جلال اهاب جلال عمل طفرة مع المقص صنف خد تاني معامو الدوري بعد كده مفيش انجازات انما اصلا بعد كده ميشي من انديالي مسكها كلها بالزبط حتى امبي معرفش اه لدرجة لدرجة النهاردة قريت موضوع عن بعض الوكلة اه وكيل وبيكتب عن تمر النحاس ان تمر النحاس هو اللي بيسوقله هو اللي بيتكلمله هو اللي بيعمله هل الكورة بقت اصبحت كده اه اه طب خلاص خلاص يبقى انا خلاصت كلامه وليه يا كابتن سيد لا او كابتن سيد عارف ان الوكلة النهاردة وكنا تكلمنا في كلام ده قبل كده النهاردة الوكلة بقى لهم اه يعني الوكيل هو اللي بيحط النادي حتى لو مش كفاءة اه او او احنا بشي طبعا احنا لا نقصد الكابتن يهيب انه لا انا مقصدش كابتن انا بقولك شكل عام يا زميلي انا بتكلم على شكل عام زي مثلا الفترات مثلا اللي كان في بعض المدربين بيمشي من هنا يروح هنا يروح هنا يروح هنا يروح هنا يخفت شوية لما خدوك قرار بتاع مرتين ناديين في السنة لأ ما هو دلوقتي لعبة و لو ما شك انت اللي مشيت مش هتمرن مشوية هديت الدنيا دي ده كان الاول فيه مدربين بتمرن ثلاث عنديا في الموس وهترجع تاني كمان